السلام عليكم أصدقائي معكم أحمد وفيديو اليوم فيديو وغير كل الفيديوهات السابقة رح نجرب معكم الشات جي بي تي وشلون ندخل على الموقع والفرق بينه وبين الشات جي بي تي العادي الفري والشات الجي بي تي البلاس المدفوع خلونا نشوف هل في فرق بينهم بالنتيجة بالسرعة بكل هالأمور بالإضافة إنه شلون ندخل على الشات جي بي تي وهل بنفع نحط إيميل وهمي أو أرقام وهمية أو لا يلا تابعوا معي لنبلش الشرح لحتى تدخل على موقع الشات جي بي تي بدك تدخل على جوجل تكتب شات جي بي تي طيب الموقع الرسمي والرئيسي هو هاد وبينيا دوت كوم بتضغط عليه رح تطلع لك هالشكل هلا هاي النافذة ما تستفيد إذا عميت لوقين أو سين أب لهذا الموقع لأن هذا الموقع هو عبارة عن سكاء اصطناعي لتصميم الصور وبعض الأمور وهذا بيجي مدفوع ما فيك يعني تحصل عليه بشكل مجاني فبتنزل لتحد بتروع على تراي شات جي بي تي هاد هون بياخدك على هذا الموقع المعروف المعتاد بتقل له ساين أب طبعا الأفضل انه تعمل كنتوني وث جوجل أسهل وأسرع شي وأنا هذا اللي عامله بحساباتي للأصلية بينما هون لأنه بدي أجرب أحط إيميل وهمي خلونا نجرب مع بعض ونشوف هل هيقبله ولا لا لحتى نحصل على إيميل وهمي نروح على جوجل ونكتب كلمة مهمل هذا موقع خاص بالإيميلات الوهمية مثل مو شايفين مهمل طيب اختيار اسم والنطاق بقل له بدي الاسم مثلا اي اي بقل له التالي بقل لي اختار النطاق طبعا ما في جيميل أو هتميل أو هالأمور وهو بختار نطاقات من عنده بختار أي شي نفترض أول واحد بقل له انشاء هلأ هذا هو الإيميل اللي انشأ ليه طيب إذا أخذت ونسخ ورحت على الشات جي بي تي وقتله لسق وهي continue وحط أي كلمة سر لها تعيين طيب على ما يبدو تم عقبول الإيميل الوهمي رح نشوف هون رح يجيني شوفوا شلون يجاني الإيميل هون إيميل التأكيد موقع لحتى يعطيك أرقام هواتف أمريكية وهمية نفترض بدي هذا الرقم بدخل عليه بنسخه بروح لهون بروح على أمريكا United States United States هذا هو United States بحط الرقم Control V رح نشوف يا عيني شوفوا الزكاة الاصطناعي لأوين وصل قال لي على ما يبدو هذا رقم تليفون وهمي يرجى وضع رقم تليفون حقيقي طيب معناها ما فينا نكمل يا جماعة عن طريق أي رقم عشوائي ما رح ينفع الإيميل نفع لكن الرقم العشوائي ما نفع تمام؟ فرح أطلع أنا هلأ من هذا وأرجع على الشات جي بيتي الثاني يلي أنا مسجل عليه دخولي بالإيميل أسمت الشاشة هون يمين و يسار اليمين يلي هو المجاني و اليسار هو البرو متل ما شاهفين شات جي بيتي بلس طيب و لحتى ما أطول عليكم رح أسألك كيف هالأسئلة و نشوف إجاباتها هل صحيحة و هل تختلف عن بعضها ما بين المجاني و البرو أو لا طيب خلونا نبلش بالأسئلة السؤال الأول هل يمكنك التكلم معي باللهجة السورية؟ طيب خلينا نشوف هذا الفري و هذا البرو و نضغط نفس اللحظة و نشوف السرعة بالطبع ممكن تحدث باللهجة السورية كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ و أنا حكى لي قال لي بكل تأكيد يا صديقي أنا قادر على تحدث باللهجة السورية كيف ممكن أساعدك اليوم؟ تقريبا نفس الإجابة بس كل واحدة صيغة معينة طيب رح أقول له سأجربك و أمتحنك إن كنت تعرف أن تقول هذه العبارات باللهجة السورية بدي أشوف هل فعلا شاطر بها الأمور ولا لا؟ طيب خلونا نشوف بكل سرور أرسل العبارات و أنا سأحاول ترجمتها إلى اللهجة السورية كويس والله و أنا قال لي بالتأكيد أنا جاهز الإجابة على أي امتحان قم بإعطائي العبارات التي ترغب في سماعها باللهجة السورية و سأحاول ترجمتها و إعطائك الإجابة أرسل العبارات و سأبزل قصارة جهدي للمساعدة صراحة الاشتاء جيبيتي الفري عاجبني والله يعني إجاباته حلوة و أطول من البرو طيب خلونا نكمل رح أسأله هذا السؤال أخرج من الباب وأغلقه خلفك ولا أريد أن أرى وجهك رح أشوف هل رح يعرف ولا لا لا مشكلة رح أطلع من الباب وأسكره و ما بدي أشوف وجهك ههههههه أرح misa لا أشبر شيء طيب دعونا هنا نشوف هنا بلش أقول روح من الباب وسكره وراك ما بدي شوف وجهك يعني العبارات قريبة جدا من بعضها بس فعلا يعني زكي وفعلا عرف يقلد اللهجة السورية طيب اكتب لي اسم أشهر مسلسل بيئة شامية طيب خلونا نشوف هل رح يعرف ولا لا هاي لصق لصق من أشهر مسلسلات شامية هو باب الحارة هذا المسلسل السوري درامي الذي يدور في الأربعينيات الخمسيات القرن الماضي في دمشق وهو صور حياة اجتماعية وسياسية سبحان الله يا جماعة هذا فعلا زكاء صناعي خارق كتب مسلسل باب الحارة هو واحد من أشهر مسلسلات بيئة شامية يعني أنا قلت بقلبي إذا بقول باب الحارة فبكون البرنامج خرافي والله إنه خرافي طيب آخر سؤال عن الممثلين وهيك من هو الممثل الذي جسده شخصية نصار كلا أنت منعرف مسلسل نصار يلي جسد شخصيته الفنان هلأ بتشوفه من الممثل الجسد الشخصية نصار في باب الحارة هو مثل السوري عباس النورج طبعا هو مو بباب الحارة نحنا خربطنا لازم من إله باب الحارة سوان إلى نشوف هو بتذكر كان اسمه نصار صح ايه تذكرت اسمه نصار ابن عربي طب رح أرجع أسأله يا من هو الممثل الذي جسد شخصية مسلسل نصار ابن عربي طيب خلونا نشوف أعتذر ولكن لا يوجد مسلسل معروف عنوار نصار ابن عربي في قاعدة بياناتي قد يكون هناك سوء فهم أو خلط المعلومات هنا نفس الشي معزلة على الاتفاس في الرد السابق نصار ابن عربي الشخصية الرئيسي نصار تمد السلسل قبل الممثل السوري جمال سليمان هلأ هون أعطاني إجابة وهون أعطاني إجابة بس اتنينة غلط لأنه مسلسل نصار ابن عربي كان بطولته بس بسام كوسة بسام كوسة طيب تمام معناته ما أعرف هذا السؤال ما في عنا مشكلة هلأ بالروح بعمل نسأله شي مفيد أريد أن أنشئ قناة يوتيوب ولا أعرف ما المحتوى الذي أريد أن أرفعه أخبرني بأنواع المحتوى التي ممكن أن أعملها رح نشوف رح يفهم بموضوع اليوتيوب وهالقصص تعوه نشوف بالطبع هناك عديد من أنواع محتوى التي يمكنك انتقائه لقناتك على اليوتيوب وفيما يلي بعض الأفكار الفن والإبداع الإلعاب الإلكترونية الطهي والوصفات السفر والمغامرات اللياقة البدنية والصحية التعليم والمعرفة هذه مجرد أمثال قليلة عن الأفكار حلو هنا نفس الشي بلش يخبرني بس هنا لأنه برو كأنه لاحظوا بلش يحط لي بأبيض ورمادي أبيض ورمادي أبيض ورمادي يعني بلش يرتب ليهم بشكل أحلى من الفري طبعاً النتائج كتير حلوة أنه أبيعطيك المعلومة مع شرحة طيب إذا أريده أيضاً أريد أيضاً هل رح يعطين أمثلة ولا رح يوقف ها بالطبع إليك بعض الأفكار إضافية والله إنه ذكي بكل تأكيد إليك بعض الأفكار أخرى الموسيقى والرقص التصوير الفوتوغرافي والفيديو كذا 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 هنا نفس الشي الكوميديا والسخرية الجمال والموضع القصص والروايات الصحة النفسية الرياضة والبدنية الأخبار والتعليقات الفيديوهات التعليمية والشرحات الطبخ والوصفات بودكاتس والمقابلات شايفين قديش الزكار الاصطناعي نافع جداً لليوتيوب طيب خلينا أشوف قناتي شرحات عن اليوتيوب واتسس والويدوز والكمبيوتر أعطيني كلمات مفتاحية مناسبة لها هل رح يعطيني الشات جي بي تي كلمات مفتاحية لقناتي طيب خلونا نشوف بناءً على موضوعات خناتك متعلقة بالشرحات اليوتيوب واتسس والويندوز والكمبيوتر هناك بعض الكلمات المفتاحية مناسبة التي يمكنك استخدامها شوفوا ما اسكايا جماعة فصل لي أعطاني الشرحات اليوتيوب شو كلماتها المفتاحية شرحات أدسس شو كلماتها المفتاحية هون شوف شو أعطاني شرحات اليوتيوب شرحات أدسس كيفية استخدام أدسس هون لما يكون فيه انجليزي وعربي بنعكسوا الكلمات فالأفضل لهيك حالات أن تأخذوا الإجابات كلها باللغة الإنجليزية لكن ليس مشكلة هلا أنا فهمان عليه هون دليل أدسس أنز أنا الصائح وحيى الويندوز كيفية استخدام ويندوز طريقة تثبيت ويندوز شرحات كمبيوتر فعلاً أمور زكية جداً جداً صراحةً خرافي هون كتير أعطاني شغلات هون حتى فصلهم تفصيل يعني أنا ما عم بعرف مين الأفضل أحياناً بعض الإجابات بتكون بالشات جي بيتي الفري أحلى وأجمال من شات جي بيتي برو وأحياناً للعكس فبرافو يعني إنه الشات الفري حلو ومعلوماته رائعة وفيه كنت تستخدموها متل ما شايفين شرحات يوتيوب كيفية تبدأ قناة يوتيوب أفضل ممارسات يوتيوب زيادة مشاهدات مشتركي في اليوتيوب شرحات أدسنز كيفية انضمنا البرنامج أدسنز كيفية تحقيق الدخل في أدسنز يعني حتى فهمان إنه أدسنز هو اختصاص تحقيق الدخل في يوتيوب فهمان إنه هذا خاص للإعلانات يعني برافو والله برافو صراحة صادمني يعني الإجابات عم تصدمني طيب السؤال اللي بعده اقترح لي اسم قنوات تقنيات وتابعها طيب معقول يطال لأ اسم قنات؟ لا يعني أكيد لا أنا دعوبي 2000 مشترك بالطبع أف Debbie هنالبع اسم قنات تقنيات استحق المتابعة أوف والله أعطاني كل هدول القنوات أه هلأ كلر عم أبدا إنجليزيات أه اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تابعها. خلينا اشوف. بالطبع هنا بعض قنوات انا رابط تستحق المتابعة كذا 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 كذا. والله زكي. بينما هون. نفس الشيء اعطاني. النينجا. اه كذا كذا كذا. حلو. طيب نفس السؤال بس عربية. دقل له قنوات عربية. هنا اريد اخترح لي اسمها بعض قنوات عربية. اخترح لي اسم قنوات عربية. ألعاب عربية. عربية. هل رح يعرف قناة ابو فلي مثلا. او قناة سيد. احسان game. ارب game network. هاي هي. هاي قناة. اه سيد. اه ايوب جي اكس كذا كذا كذا. ارب سماء كذا كذا كذا. اه للأسف. اه ليكون حطل لي ماهركو. اه ماهركو. كذا كذا كذا. اه للأسف ما حط ابو فلي لان ابو فلي بلش. يطالع محتوى اطفال او طفولي اكتر من محتوى الالعاب. فهايكي على ما يبدو يعني. طيب بس كنتائج جايجة جدا. اخر سؤال لنشوف زكاؤه. ما اسم اكبر قناة يوتيوب عربية في 2023. رح نسأل شات جي بي تي القديم. رح نسأل شات جي بي تي الجديد. حل رح يعرفوه ولا لا. كوني واقعا في معلومات متاحة قبل 2021. هذا ما عارف لانه معلوماته كلها مع قبل 2021. اه حتى هذا الجديد لسه ما عارف. طبعا شات جي بي تي قابل لعملية التطوير والتحديث. متل ما شايفين هون. يلاقي انه كاتب لنا هو. قد ينتج عن شات جي بي تي معلومات غير دقيقة حول الاشخاص والاماكن والحقائق. لانه اخر اصدار تم تحديثه فيه هو مايو اه اه اربعة وشرين مايو. اربعة وشرين مايو. فدائما الشات جي بي تي قابل للتحديث والتطوير وتغيير المعلومات. اذا اصدقائي لهون بكون خلص فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وشفنا الشات جي بي تي الفري والشات جي بي تي في البرو. صراحة ما رح اعرف اقارن بيناتهم. في بعض الاجوبة ازكى في الشات جي بي تي الفري. بينما كترتيب وهيك شارلات وتنصيق هو افضل في الشات جي بي تي برو. ولهون اصدقائي بكون خلاص فيديو اليوم. ان شاء الله يكون اعجبكم. وما تنسوا تدعموني بميزة تشكرا لانه عميث لكم اليوم فيديو بمجهود كبير صراحة فيديو باكتر من ربع ساعة قاعدة بجرب معكم. ان شاء الله يكون اعجبكم يا رب. هتنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس. ودعمي بميزة تشكرا. كان معكم احمد والسلام عليكم.